هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي لنجري معه حوار أو نغمره هيدا شيء كتير غلط وهيدا شيء سيء وإجينا من الغرب والطفل لازم يكون نحنا عم نعطيه نظرة كتير آسية نطلع فيه برهبة ويكون عم بيخاف منها لا يعرف إنه فعلا هو غلط وأخطأ وما نقرب ويكون نحنا عم نغمره صراحة ما قدر تكفي الفيديو بس بقدر إفهم إنه هيدا حصيلة بس كل حدا صار بديو يعمل live coach وهيدا حصيلة بس السوشال ميديا بما حال تصير منبر لكل شيء من دون أي وعي والأسوأ للتعليقات اللي شكرينا على هيدا الطريقة بس لأنه العنوان بيتضمن إنه هيدا شيء جاينا من الغرب وصار فيه مثل خلص معتقد إنه كل شيء جاي من الغرب نحنا لازم نكون عم نرفضه من دون ما نكون عم نستخدم بصريتنا ومن دون ما نكون نحنا عم نميز أخدت نفس عميئ كتير لأنه بمحل زعجني الفيديو ما قدرت تكفي لفكر إنه يمكن هي عندها وعي معين يمكن هي تربت بهالطريقة تنعت بهالطريقة يمكن عندها جروحات ما قدرت بعد تتخطاها ما بعرف ما شغلت أحكم بس بعرف إنه هالمضمون بالطريقة اللي عم بيقدم مع العنوان ما إنه شيء أبدا سوي وصحي لتربية نحنا عم نشتغل كلنا إنه نكون عم ناخد أطفالنا على أماكن آمنة فمقابل هالشيء اللي شفته اللي صار لفترة بيبعتلي كل مرة حدا فيديو للايف كوتش أو لحدا عم بيحكي بأمور التربية أو ما بعرف اختصاصيا ما بعرف شو اختصاصهم تحديدا عم بيمرقوا كتير كلمات وعبارات فعليا علي علامات استفهام كتير كبيرة ففي كتير ناس أو بيشتغل معها أو بتسمع البودكاست اللي بعملوا طائد حب أو بكل حب وبتسألني هل هالشيء صح هل هالشيء مضبوط هل نحنا عم نغلط مع أطفالنا عم بيحسوا بمحال إنه في شيء مع كل شيء بنحكي فيه عن أهمية الحب ونكون لطيفين مع أطفالنا عم بيحسوا إنه بارك نحنا عم نغلط وعم نقذي أطفالنا فقررت كون عم بحكي بهذه الحلقة خاصة بيظل كل شيء عم بيمروا فيه الأطفال حاليا بفلسطين بيظل كل شيء عم بتمر فيه الطفولة من ألم وكل شيء مرينا فيه جميعا أو جزء كبير مننا من الجروحات وصدمات نتيجة تربية آسية بالبيت بالمدرسة نتيجة الترهيب التخويف وانعدام الحوار بعد فيه مين معتقد اليوم إنه نخلق مساحة آمنة للطفل هو أمر غير صحي في ناس بعرفها يمكن من عمري أو متعلمة وفي ناس درسة قصص خاصة حقوق الإنسان وحقوق الطفل بعدها لحد اليوم أوقات بتقلي إنه أنا ما فيها على ابني ما فيها على بنتي وأهلي بس كانوا يتطلعوا فيي نظرة واحدة كنت إجمد بأرضي أو روح على غرفتي وبيصيروا بطريقة معينة عم بيحسوا إنه عن جد كان أهلهم معهم حق بهذا الشيء وفعليا أنا كمان من الأشخاص اللي كانوا نظرات إمي أو بي عن جد يرعبوني وكنت عيش حالة هلع وراسي يصير عم بيفكر كيف بده يهرب لأنه عارف شو نطرني بعد هيد النظرة اللي كتير فيها ترهيب وتخويف عارف إنه هيد النظرة رح يكون في وراها عقاب أو ضرب أو كلمات ملنا لطيفة وملنا جميلة كنت أوقات إذا كنا خارج البيت ويصير شيء لأنه فينا نحنا كأطفال كلنا نعمل قصص ما بدا هلقد ردي تفعل لأنه فينا نحنا نكون عم نتعلم وعم نكبر بهالدني وعم نكسب خبرات وفينا نغلط فأي شيء كان يصير ويكون في هيد النظرة اللي فيها رعب كنت حس براسي إنه يصير أتمنى إنه يطول المشوار أو يصير أي شيء ما نرجع على البيت كلمة اللي أنا عارف شو نطرني من بعد هيد النظرة ففعلياً هيدا الشيء اللي أنا عشته اللي كتير عالم عشته اللي كتير عالم هي وأطفال عشته خلق فكرة معينة إنه بهيد الطريقة بيكونوا الأهل عم بيفرضوا هاي بتون واحترام وبيكون فيه أنون وبهيد الطريقة الولاد بيكونوا مؤدبين وعن جد بيقدروا يكونوا من نظرة واحدة يجمدوا بمكانهم بس هل في حدا بيحكي شو خلق داخلنا هيدا الشيء حدا بيحكي عن المشاعر اللي تراكمت داخل بطننا عن الرعب وتأثيراته عن الخوف وتدعياته عن شعور العار عن أحساس الزنب عن أحساس الندم أنه نحن عملنا هيدا الشي اللي هو ما هو كتير كبير ولي هو جزء من خبرتنا ومن رحلتنا بهيد الحياة حدا بيحكي عن كره الأهل بدي سميها بأسماء على الأشياء في محلات بنصير عم نكره أهلينا والولد هون طبيعي يكره أهله قطي يكونوا عم بيهددوه كل الوقت وعم بيخلقوا له حالة رعب بس ما حدا بيحكي عننا هيدا الأشياء بيصير الطفل عم بيكره حاله وبيكره المدرسة أو المدرس أو أي كبير عم بيمارس هيدا الشي معه هن بيفكروا عن جد أنه هاك نحن عم نفرض احترامه هاي بي وبيطمنوا بالون أنه والله أولادنا مهزبين ما حدا بينتبه أو يمكن بينتبهوا بيغضوا النظر أنه الأولاد عم بيكونوا مرعوبين وإذا بطلوا يعملوا الشغلة اللي ما بدوا إياها يعملوها يمكن مش كلمال خيرهم ولأنه عن جد هاكي فهموهن يمكن لأنه براسهم دمجوها مع فكرة ما بيعملها من خوفه من أهلي من خوفه من ناظرة أهلي من خوفه من العقاب أو من الضرب أو أي أشياء تقيلة مش قادر بقى دماغهن يكون عم بيتحمله ما بينتبهوا فعليا أنه الطفل عن جد بيصير عم بيكره أهله وبتنعدم الثقة وما في شي بيصير بقى إله لا عبرة ولا أي مفهوم إيجابة عم بيحاول يكونوا عم بينموا عند أطفالهم وهيدا أبدا لا احترام ولا نظام ولا تأديب ونحن وحملين بهالمرحلة لواء مقاطعة الغرب وعادات الغرب خلينا نكون عم نستخدم بصيرتنا وإذا عن جد أنتو عم تختاروا تقاطع الغرب بكل شي من دون أي تفكير فإذا خلينا نستغني عن هواتفنا عن سياراتنا عن كل القصص اللي منستعملها ببيوتنا اللي هي مصنعة ومعمولة بالغرب وخلينا نوقف السوشال ميديا وخلينا نوقف أي شي نحن عم نطلع فيه على السوشال ميديا الرفض مفروض يكون الرفض بوعي وببصيرها للأشياء اللي مش بس لأنها مصنعة بإسرائيل أو مصنعة بمحلات تانية بسية عم بيروح تمويلها وعم بتروح الأموال لإسرائيل في قصص كمانة مأزية لقلنا ولصحتنا ولبشرتنا ولصحة أطفالنا وللبيئة وللأرض في قصص معمولة لتكون عم بتبرمج ولتكون عم تتلاعب بالعقول وبالبصيرة فنحن وقتا نرفض كل شي خاصه بنتائج الاستعمار أو بالاستعمار وبكل شي عم بيشجع هيدا السياسات مش معناتها كمانة لازم يكون عم نرفض أي حدم بالغرب عم بيحكي من مكان حلو من مكان واعي عن تربية الأطفال وكيف لازم نكون نحن عم نربع أطفالنا هيدا بتفرق عن هيدا أكيد مش عم بيحكي عن اللي عم بيقول ربوا أطفالكم بأمان بس ما علي تقطلوا الأطفال بغزة مش هيدا أصدق عم بيحكي عن ناس اللي عم تشتغل بمجال علم النفس والتشافة اللي واعية وفاهمة وعن جد عم بتساعد ولي عم تحكي عن فكرة أنه نحكي مع أطفالنا بهدوء ننزل لعندهم نتطلع فيهم نخلق لهم أمان بصوتنا وبعيوننا وبنبرتنا نحن نكون حسين بالأمان لنقدر نفهمهم على الشي اللي عم بيعملوه لنكون عم نفسر لهم العبرة منه هيدا ما اسمه لا دلال ولا تربية حديثة ولا أفراد بالدلال ولا كل اللي بتكون يتسموه بس لنكون نحن عم ننتقد هيدا اسمه تربية عنوعي هيدا اسمه خلق مساحة آمنة للطفل هيدا اسمه نحن عم نشفي حالنا لناخد نفس عميق ومنرجع نكرر نفس الشي مع أطفالنا اليوم في كتير إشا بمجتمعاتنا الشرقية والعربية ملنا صحية وملنا جيدة بتصرفات أفراد أو مجموعات ملنا جيدة لا بحق الإنسان ولا الطفل ولا الحيوان ولا البيئة مثل رمل النفايات بالشوارع بالحضائق العامة مثل دهس الحيوانات مثل استغلال الحيوانات عدم احترام الحدود وقتا كنا طرين دورنا الرشوة اللي بتصير بالمؤسسات هيدا فيه أفراد بيعملوها ومقابلن فيه أفراد كتير جيدين وحقويين وعندن عن جد تقدير للإشياء وعم بعيشوا بشكل شفاف وحقيقي ونفس الشي بالغرب ما نكون نحن عم نعمم ونحن عم نعمم بس لأنه هيك بدنا نرفض نكون عم نسبب أزيه أكبر لأطفالنا إذا اليوم الوعي عم بيكبر مع كل شي عم بيصير بالحرب هو لنوقف نكرر أخطاء أهلينا وعدم إدراكون ووعيون لأنه هن تربوا بهيد الطريقة ما نعتق أعزار بس لأنه بدنا تقديب إذا فيه شي ممكن يكون عم بيعلم الطفل ويحميه ويبنيله شخصية وثقة بالنفس وشعور بالأمان وينم الرأف داخله ويعطي مساحة لنفسه يعطي مساحة للآخرين يتشجع يعطي رأيه يعبر عن مشاعره يتعلم من أي شي خطأ صار معه كيف يكون عم بيفهم شو العبرة منه كيف يكون عم بيصحح نعرف كيف يكون عم نسمع له لا يقدر يكون عم بيرتاح معنا وعم بيطلع لنا بود وبإحترام حقيقة ولا يعرف أنه إذا احتاج لأي شي بعدين بالحياة هو عم بيكبر فيه يكون عم بيرجع لنا ما يكون عم بيخاف منه ففعلياً إحنا بدنا ننزل لعندهم وبدنا نتطلع بعيونهم وبدنا نحكي بهدوء وبدنا نغمرهم وبدنا نعبرهم قدان إحنا منحبهم شو ما كان الشي اللي هنه عم بيعملوه إذا عن جد بدنا نكسر متوارثة غير صحية مثل ما عطول بقوله بكرر بكل حلقة بدنا ننزل لعند أطفالنا وهيدا لا انتقاس من هيبتنا ولا من كرمتنا إذا بدنا نخلق مجتمع الناس فيه بتعبر عن حالة وعن الحق بثقة من دون خوف ما تكون عم بتخرق الأوانين من مكان خوف من مكان أناعة واحتراماً للأوانين بتحكي عن الغلط ما بتقزي ما بتتنمر ما بتهدد فعلاً ما نكون إحنا عم نتقرب من أولادنا لهن يكبروا مرتحين وما يعملوا كل هيدا الأشياء إذا بدنا جيل مرتاح مع مشاعره بيشتغل على غضبه ما بيرمي غضبه على غيره هو عم بيسوق على الطريق هو ناطر بالصف يجي دوره هو بالشغل جيل بيعرف يقول شو عم بيشعور بدنا ننزل لعنده وبدنا نغمره لو أخطأه واجباتنا نحنا نوجه بحب وإذا كان في داعي للحزم بيكون الحزم مش بالترهيب ولا بالتهديد ولا بالعقاب اليوم نحنا بمجتمع للكبار بس هو عبارة عن أطفال مجروحة وخايفة أو مدلة لكتير وفقد تحس الحدود والإحترام أو نقمعت كتير أو تعنى فيت وكلنا عم نفوت ببعض وما حدا عم بيعرف يتحاور مع التاني فرجاء ما بقى أحدا يخبرنا أنه هيدا حركات من الغرب وهيدا اسمها تربية حديثة وهيدا جيل هاش وهيدا جيل ما عنده حدود لأي شي فيه عن جد مسئولية على كل حدا مننا كيف عم نربق أطفالنا وكيف عم نقدر نميز بين نحنا نكون عم ندلل من دون حدود وبين أنه كل عم نعطي حب ومساحة آمنة فيه أهمية كتير كبيرة اليوم للوعي وحسن التمييز واستخدام البصيرة بشكل سوي بنت اليوم أنا إذا بدأ أشرح لأي شي بترك كل شي وبقعد حدها وبعطيها مساحة وبغمرها وبطلع بعيونها بهدوء ونبرت بتكون هادية مش النبرة الاصطناعية اللي أنا حكي مع ولد نبرة فيها لطف وفيها حنان لأنه هيدا اللي بيخليها تقدر تعرف إذا عملت أي شي فيها تفسر لي ليش عملت هيك وفيها أنا أشرح لشو الأفضل وشو الأصح وإلا أنه كلنا منتعلم حتى أنا يمكنت أعمل هيدا الخطأ أنا وصغيرة وإذا في شي مرة فقدت يمكن أعصابي أو من دوم ما حس على حالة طلعت فيها بطريقة بتخوف وهي عبرت لي برجع بقعد معا وبحكي معا وبعتذر منها وبجري بتذكر أنا شو اللي صار براسلة تلقى إياً طلعت مني هالنظرة أو هالانفعال السريع وحتى أنا عم بعتذر منها أو إذا باية عم بعتذر منها ونرجع نشرح لها ونحسسها بالأمان منكون نحن عم نضيف قيمة جديدة من القيم اللي عم نربي عليها أنه فينا نعتزل من أطفالنا لأنه بيستحقوا الأفضل وكمانا منكون عم ننتبه أدي نحن عم نساعدها تكون هي عم تكبر بأمان نحن عم نشفي حالنا ونحن عم نتشافها لأنه تربينا بطريقة فيها قمع وفيها قصاوة وفيها نظرات بتخوف وفيها عقاب فهي عم بتكون عم تكبر بجو آمين ونحن كمانا منكون عم نتعلم وعم نتشافة بعض بالعمق أكتر وأكتر هيدا لاجب نان الغرب ولا من الشرق هيدا وعينا أنه اللي عناينا منه ما منكرره مع طفلتنا وهيدا اسمه تربية آمنة وتربية لطيفة وقدرين اليوم نشوف كتير منيح كيف هي بتتعامل مع الكل بنفس الصدق وكيف هي عن جد بتعبر بصدق كيف بتعامل الكل بلطافة وكيف بتعطي مساحة لكل حدا يكون عم بيعبر عن حاله وحتى إذا حدا نزعجه عطول بتجي بتخبرنا هيك فعليا أطفالنا عم بيساعدونا نشفى وعم نساعدهم يكبروا بأمان وهيدا جزء من إرساء السلام بمجتمعاتنا اللي كل اليوم عم بيحكي عن السلام الكل بده السلام بس مثل ما عطول بقول السلام هو كيف كل حدا مننا عم بيربي أطفاله كيف كل حدا مننا عم بيختار يشفى جروحاته ويصحح من تصرفاته من قصص بيعملها بالحياة مع غيره أو مع حاله أو مع عيلته فينا نقرأ كتب كتير فينا نحضر محاضرات فينا نشوف كتير إشياء وفينا نكون عم نميز صوت الحق من صوت الباطل صوت المنطق عن صوت هيك بس مجرد لنكون عم نحكي وعم ننفعل مع واطفنا وفينا نكون نحنا عم نختار شو بيناسبنا إن كنا من الغرب أو إن كنا من الشرق بالآخر نحنا واحد ولأطفال العالم كلنا تكون عم بتعيش بأمان كلنا بالغرب وبالشرق مهم إنه نخلق مسيحات آمنة لأطفالنا ونغمرهم ونتطلع فيهم برقفة وبحنان شو ما كان الشي اللي عاملينه المهم اليوم هو المبدأ والقيمة والنتيجة بكل حب دعيكم تفكروا بهيد القصة تعيدوا النظر بالكلمات وبالنظرات وبالنبرة بأي محل غلطوا مع أطفالكم تقدروا عطول ترجعوا تعتذروا ترجعوا تشوفوا وين في محل بعد جوادكم تقلم من نظرة أو من نبرة أو من ردة فعل عنيفة تجاهه لأنه الحب بيشفينا وبيقدم الأمان لأطفالنا لقونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة رح تزيد وعي وحب أكبر على حياتكم وحيات أطفالكم